لَا مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الحمد لله أمرنا بالفرح بعبادته وتوحيده أحمده سبحانه وأشكره أن أتم علينا شهر الصيام والقيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً لأيوم الدين وبعد فعيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام أنتم بخير يسرني في هذه الدقائق أن أرفع أسمع آيات التهاني والتبركات لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ولمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد فأقول عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير وجزاكم الله عنا خير الجزاء وأرفع التهاني لجميع الوزراء والأمراء والعسكريين والمدنيين ولجيشنا المرابط على حدودنا ولجميع رجال أمننا ولجميع علمائنا ولجميع المسلمين والمسلمات أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يجعلنا جميع من عتقائه من النيران أيها المسلمون وأيتها المسلمات هذا العيد عيد فرح نفرح قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فيوم العيد يوم الفرح والسرور متعن الله بإدراك شهر رمضان بصحة وعافية بأمن وأمن وصحة واطمئنان بفضل الله ثم بجهود ولا تأمرنا فأحمدوا الله واشكروه ومن شكر الله عز وجل أن تفرحوا بالعيد اجعلوه يوم فرح يوم سرور كلوا واشربوا واسعوا على أنفسكم وعلى أهليكم قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال عز وجل كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أظهروا الخير على أنفسكم ولأنفسكم وعلى أهليكم ولأهليكم ووسعوا على كل مسلم ومسلمة تهادوا تحابوا تزاوروا تعانقوا احمدوا الله عز وجل فهذا يوم الفرح والسرور لا يجوز لنا أن نمنع الفرح والسرور فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الامرأة أن تحد على رجل أكثر من ثلاث إلا على زوج أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومعنى الإحداد كما ذكر الإمام بن باز ترك الزينة فترك الزينة لا يجوز في يوم العيد لأحد أن يترك نعمة الله عز وجل ويفرح بنعمة الله عز وجل وأعظم الزينة التي نفرح بها تقوى الله عز وجل فالله عز وجل أعطانا هذه الزينة وهي التقوى قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم سوآتكم ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله فهذا اللباس الذي هو خير لباس تقوى الله توحيد الله عز وجل عبادة الله عز وجل فعلناها في أعمارنا التي مضت وفي أيامنا التي سلفت وحققنا التوحيد في كل هذا العمر نسأل الله عز وجل أن يميتنا على التوحيد والسنة فلنفرح بهذه العبادة وبهذا الصيام وبهذا القيام نتزاور نتهادى نفعل كل شيء من غير معصية الله عز وجل كنوا واشربوا ولا تسرفوا لكن إياكم معصية الله عز وجل بأي شكل من الأشكال فعلامة قبول الحسنة إتباعها الحسنة وعلامة رد الحسنة والعياذ بالله وصل الله عز وجل أن يجعل هذا بعيدا عننا جميعا أن تتبع الحسنة بالسيئة وحاشى مسلم أو مسلمة أن يبدر منهم ذلك فحمدوا الله عز وجل واشكروه وفرحوا وتزاوروا وتهادوا وتعاطوا اجعلوا هذه الأيام أيام صلح ونقاء أيام تزاور أيام إهداء أيام أكل وشرب السنة للإنسان أن يصوم ستا من شوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله رواه مسلم والحديث ثابت وصحيح وأجاز أهل العلم أن يصوم الإنسان ثاني يوم من العيد أجازوا ذلك وقالوا المسارع الخيرات والمبادرة لكن إذا كان الصوم سيجعل الإنسان لا يزور ويتعذر بمسألة أنه صائم من شوال فيؤخر الصوم قليلا فمالك رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم يرون أن الإنسان لا يظهر صومه بل يؤخر الصوم لأجل أن لا يظن الناس أنه من رمضان فهذه الفترة حقيقة فترة للتزاور للخروج بالأهل للتنزه للسفر وأعظم السفر داخل بلادنا المملكة العربية السعودية وخصوصا في مكة والمدينة وفي باقي المناطق ولله الحمد والمنة فيها كل الخير فيها كل ما نريد بفضل الله ومنة ثم بجهود ولاة أمرنا ولكن كما قلت نفعل ذلك من غير معصيها لله عز وجل نشكر الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم وتأملوا أيها الإخوة إن الله عز وجل حرم صيام يوم العيدين كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عيدي الفطر وعيدي الإضحى قال أهل العلم الحكمة في هذا النهي أن الصوم يوم العيد إعراض عن مائدة الله لا إله إلا الله فكل هذا خير من الله عز وجل يدعون الله إليه فلنفرح ونجتهد ونجعل هذه الأيام أيام زيارات وتزاور ومحبة وأنس وسرور وأن لا نعصي الله عز وجل ونبتعد عن المعاصي ونرفع أيدينا نشكر الله وندعو الله ونحمد وندعو لأنفسنا ولوليات أمرنا ونبشر بالخيرات هذا هو العيد الحقيقي ولا نلتفت لمن يقول لا تفرح الله هو الذي أمرنا بالفرح ومن ديننا أن نفرح فنفرح بأن الله أتم لنا الصيام والقيام ونحن بصحة وأمن ونطمئنان وهو يقول عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان في الصحيح عند مسلم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي ونحن أفطرنا بفضل الله عز وجل أتممنا الصوم فنفرح ونوسع على أنفسنا ونتزاور ونتجاور الله سأسأل أن يجعل هذا العيد مباركاً على الجميع أن يوفق الجميع أن يجعل بلادنا مباركة أن يجعل شهر رمضان يعود علينا مرات عديدة وأزمنة مديدة وأن يتقبل من الجميع وأن يكتبنا جميعاً وولاة أمرنا وعلمائنا والمسلمين من عتقائه من النار المتقبل منهم الموفقين للخيرات وأن يختم لنا بالخيرات وأن يجعل خير أيامنا أو آخرها وأفضل أيامنا يومنا نلقاه والله سأل أن يحفظ رجال أمننا وأن يحفظ جنودنا وأن يجزل لهم المثوبة وصلى الله وسلم عن يبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن